اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جمهورية موزنبيق بمناسبة ذكر استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدة المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فليبي شاشنطو نيوسي وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدة المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أدريانو أفونسو ملياني رئيس وزراء جمهورية موزنبيق استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد على الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي نيكوس دين دياس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة وبحث خلال اللقاء على عشاء عمل في أبوظبي الفرص المتاحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك وتطويرها في عدد من المجالات والقطاعات الواعدة والمهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين كما ناقش سموه ومعالي نيكوس دين دياس القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها المختلفة وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان أن البلدين الصديقين وقيادتيهما لديهما رغبة مشتركة للاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما على الصعد كافة بما يحقق مصالحهم المتبادلة ويعودوا بالخير على شعبيهما أبدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة ويأتي البيان الخماسي الذي رحبت به الأطراف الليبية ممثلة في رئاستين الحكومتين في الغرب والشرق فيما يستعد رئيس المجلسين التشريعيين لإجراء محادثات في جنيف الأسبوع المقبل لبحث الإطار الدستوري للانتخابات ترحيب دولي بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدول الخمسة وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعت إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني وهو ما سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة في أقرب وقت وفق خارطة الطريق السياسية كما شددت الدول الخمسة على الحاجة لحكومة ليبيا موحدة ورفض كل الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا مثل إنشاء مؤسسات الموازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة وعلى الجانب الاقتصادي أكد البيان على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ولصالح الشعب الليبي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رحب من جانبه بالبيانة مؤكدا على أهمية استمرار عمل الأطراف الليبية وفقا لمقرارات الاتفاق السياسي لإجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية من جانبه رحب فتح باشاغ رئيس الحكومة المكلف من مجلس نواب الليبي بالبيانة معبرا عن استعداده للعمل مع هذه الدول لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية التوافق الدولي جاء على وقع الصراع الدائر في ليبيا تشريعيا وتنفيذيا فقد فشلت اللجنة الدستورية المشتركة في الاتفاق على كل نصوص القاعدة الدستورية خلال اجتماعاتها في القاهرة ومن المقرر أن يلتقي رئيساء المجلسين التشريعيين عقيل صالح وخلد المشري في جنه في الأسبوع المقبل لإجراء ما قد يكون محادثات اللحظة الأخيرة لبحث الإطار الدستوري للانتخابات وللمزيد عن هذا التطور في المشهد الليبي ينضم إلينا من مدينة بنغازيا المحلل السياسي الليبي محمد العمامي نرحب بك معنا أستاذ محمد في نشرة الثالثة وعلى قنوات أبو ظبي بيان غربي يؤكد على حل تفاوضي هل سيستجيب برأيك طرفاء الصراع الرئيسيين في ليبيا مساء الخير لك رسالة المشاهدين والمتابعين فقط أريد أن نوه أن حضرة المجلسين التشريعيين هو الواقع مجلس الدولة هو اشتشاري وليس تشريعي بمعنى أنه لا علاقة له بالتشريع ولكنه هيئة استشارية المعظم الآن أن المجلس الأعلى هذه الهيئة الاستشارية تريد أن تكون طرفا أساسيا في التشريع وهذا لا أعتقد أنه أمر معيب ولكن لا أن تفرض أشياء لا يقبلها الواقع ما هو على هذا الأساس الخلاف سيد الحمد لو كان اتفاق لما كان لقاء ولا كان مفاوضات أصلا نعم أنا أقصد أن هناك طرف يريد إدخال بنودا في الدستور في قاعدة دستورية لا علاقة لها بالدستور الدستور لا يمكن أن ينص أنه لا يحق لعسكري أن يكون أن يترأس الدولة هذا أمر معيب إلا إذا رأينا أن العسكري مهنة ليست شريفة وليس منوط به أمن الوطن والحفاظ عليه مثل هذه الأمور هي النقاط الأساسية في الخلاف بين الطرفين ثم أن السيد بشاغة رحب بما تريده هذه الدول الأمم المتحدة السيد بيبا رحب أيضا إذا كان يرحب بيبا أيضا بخروج من هذا المازق لا أعتقد أنه من صالحه أن يستمر في الإصرار على البقاء في حين أن مهمته انتهت انتهت بانتهاء الأمر الذي من أجله أقيمه يتعين عليه أن يسلم هذا الأمر لهذه الحكومة المنتخبة من هيئة وحيدة تشريعية في ليبيا وهي مجلس النواب وبالتالي لقاء مرتقب بين رئيسي مجلس الدولة والنواب في جنيف ما هو الحل الذي يمكن أن يقبل به الطرفان للذهاب إلى انتخابات في تقديري أن الحل الذي يخدم هذا الأمر هو إقحام هيئة رقابية ودولية لتعطي رأيا سديدا في مثل هذا الأمر هناك أو بمعنى أصح المجلس الأعلى يريد فرض مادة محددة أو مادتين في القاعدة الدستورية وهذا لا أعتقد أنه منطقي لأنه لا علاقة لها بالدستور ولا علاقة لها بالتشروع يقول رأيه ولكن لا أن يفرض رأيه بمعنى صح الهيئة التشريعية المنوطة الحقيقية هي التي تقرر هذا الأمر وليس المجلس الأعلى المجلس الأعلى يقول رأيه ولا يقف حجر عقبة في الوصول إلى انتخابات نزيهة وهذه الانتخابات النزيهة هي التي تقرر هي بالتحديد الوصول إلى المجتمع المدني من خلال ديمقراطية حقيقية هذا أمر يتعين أن يكون هناك مراقبين ليرون من الذي يضعوا العجلة والذي لا يريد رؤسة الوصول البعض يقول هناك إمكانية ممكن تنظيم انتخابات حتى في ظل وجود حكومتين هو الواقع لو المجتمع الدولي يريد فعلا إقراض الحق هناك حكومة واحدة حكومة بيبة انتهت انتهت بأشياء كثيرة لا لسنا في سبيل خوضة فيها نحن الآن نريد الخروج من المأزق الخروج من المأزق يقول أن حكومة باشا آغا انتخبت من الجهة الشرعية الوحيدة وبالتالي ينبغي أن تستلم عملها وينبغي على سيد بيبة إذا كان بالفعل لا يريد تأزم الموقف أن يتنحى هناك من يرى أن ونحن جميعا أستاذ محمد نتمنى ان شاء الله عودة الاستقرار إلى ليبيا وعودة ليبيا أفضل مما كانت عليه إن شاء الله أستاذ محمد العمامي من بنغازي شكرا جزيلا لك ونقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت شهرها الخامس أعلن الجيش الأوكراني السبت أن صواريخ أطلقت من أراضي بلا روسية تجاه منطقة شرنيها في الحدودية في شمال شرقي كييف كما أعلن حاكم منطقة الفيف عن تسجيل أو في تسجيل إن ضربة روسية على قاعدة يفورويف العسكرية في غرب أوكرانيا أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص واليوم تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الخامس بعد أن شهدت تحولات في الأهداف الاستراتيجية ومسار المعارك خلال المدة الماضية في ظل تقدم الروسي مستمر في شرق أوكرانيا وسط توقعات من أطراف الصراع بامتداد العمليات لأمد طويل معركة طويلة الأمد هكذا يصف المحللون وأطراف الصراع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مع دخولها شهر الخامس منبئة بمعارك طاحنة بين الجانبين فمنذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بدء العمليات في الرابع والعشرين من فبراير الماضي ركزت روسيا الهجوم على ثلاثة محاور شمالا إلى كييف شرقا إلى إقليم دوناباس وجنوبا انطلاقا من شبه جزيرة القرم إلى مدينة خيرسون الجيش الروسي حاول منذ البداية لاعتماد على المناورة السريعة مع تكثيف الإنزالات الجوية قرب العاصمة كييف لإحداث مفاجأة وإسقاط المدينة بشكل سريع لكن الدفاع الأوكراني القوي خاصة في محيط كييف وتدفق الأسلحة النوعية بشكل كبير على الجيش الأوكراني من حلفائه الغربيين حال دون سقوط العاصمة اعتمدت روسيا خطة بديلة لتحقق انتصارات كبيرة في معركتها للسيطرة على دوناباس وفتح طريق بري إلى شبه جزيرة القرم في نهاية مايو الماضي وهو ما عكس نجاح هذه الاستراتيجية بعد شهرين من العمليات بسيطرة القوات الروسية والانفصاليين الموالين لموسكو على مدينة ماريوبول الساحلية وبلدة ليمان ومعظم منطقة لوهانسك وعدد كبير من بلدات دونتسك فيما تمتلك روسيا أفضلية في باقي مناطق إقليم دوناباس بحلول اليوم المئة للحرب وتحديدا أوائل الشهر الجاري كانت القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على 20% من الأراضي الأوكرانية وتقدمت من الشرق والجنوب على طول البحر الأسود وبحر آزوف وباتت تسيطر على ممر ساحلي استراتيجية يربط شرق روسيا بشبه جزيرة القرم الآن ومع دخول العمليات الشهر الخامس تشدد القوات الروسية حصارها على آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ليسيت شانيسك وسفر دونتسك المدينتين الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في منطقة لوهانسك والتي دمرهما تبادل القصف المدفعي وسط أنباء عن تلقي الجيش الأوكراني أوامر بالانسحاب من سفر دونتسك الواقعة في شرق البلاد بعد قتال شارس ومتواصل منذ أسابيع أعربت دول مجموعة بريكس عن دعمها إجراء محادثات بين موسكو وكييف في ختام قمة استمرت يومين وعقدت على خلفية الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا وصدافت بكين القمة الافتراضية لدول المجموعة التي تمثل الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وقالت الدول الخمس في بيان إنها تدعم إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا معربة عن دعمها الوكالات الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية دعت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة مجموعة الدول السبع إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمساهمة في معالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا وتبدأ مجموعة السبع اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بفاريا بألمانيا غدا الأحد بالتزامن مع تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة مع زيادة أسعار السلع الأساسية وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي في ألمانيا إن الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول وهي قضية سلام وأمنا رئيسية نشراتنا متواصلة وفيها بعد قليل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يبحث في طهران إحياء الاتفاق النووي وفرنسا تدعو إيران للتجاوب مع الجهود الدبلوماسية هناك قصص كثيرة تروى وحكايات نحن دائماً يهمنا الناس تعرفها المقتنيات التي عندي صعب أني أنا أفرط فيها وأحتفظ فيها وإن شاء الله بتتبقى للجيل اللي بعد إن شاء الله يحتفظ فيها أنا المتحف هذا معتبره أرث للأجيال القادمة أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا أول مكالمة لازم أسناء صوتهم مية وانسعي سرعه 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 معاهدكم ما دامت تلك الروح تحيا في أجسادنا بأن نبني ونعمل ونخلص كيف المعنوية؟ كيف المعنوية يومياً بعد الاثنين والخميس التاسع والنصف مساءً على قناة الإمارات أهم إنجازات العالم في الذكاء الاصطناعي الروبوت صوفي أو الروبوت يحمل الجنسية السعودية الحياة على كواكب أخرى ناسا تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن حياة على كواكب أخرى تتمكن الأجهزة التي يرسلونها والمعروفة باسم روفرز من استكشاف تضاريس المريخ بتفاصيل ودقة أكبر السيارات ذاتية القيادة وهي جيل من السيارات التي تقود نفسها بدون سائق أهلا بكم بالجديد وقبل مواصلة النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين بيان أوروبي أمريكي يدعو أطراف الصراع في ليبيا إلى حل تفاوضي ويتمسك بإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن مع بداية الشهر الخامس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا موسكو تكثف من ضرباتها على مواقع الجيش الأوكراني مرحبا بكم من جديد التقى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وزير الخارجية الإيرانية اليوم في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لكسر الجمود بين طهران وواشنطن في شأن إعادة إحياء الاتفاق النووي وتوقفت محادثات فيينا لإحياء الاتفاق منذ مارس الماضي فيما يرجع أساسا إلى إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الخارجية وبالتزامن مع زيارة بوريل حثت فرنسا إيران على الاستفادة من هذه الفرصة الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى اتفاق نووي مدام ذلك ممكنا في الأراضي الفلسطينية قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية كما أعلنت مصادر فلسطينية فجر اليوم وقالت المصادر الفلسطينية أن الفتى محمد عبدالله حامد البالغ من العمر 16 عاما توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الإسرائيليون على أطراف البلدة نبقى في شأن الفلسطيني وبعدما عاشته من انتكاسات اقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات وإغلاقات عادت مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية إلى الانتعاش مع بدء السياحة الخارجية إليها وكأن الروح عادت إليها من جديد مدينة بيت لحم في وسط الضفة الغربية بدأت تتنفس الصعضاء بعودة السياح الأجانب إليها ساحة المهدي عجت بأفواج السياح الذين قدموا من دول مختلفة فيما محل التحف والتذكارات التي كانت أغلقت وسرحت الموظفين فيها فترة جائحة كورونا فقد عادت لتفتح أبوابها وعاد معها الأمل بموسم سياحي يعيد للمدينة رونقها نحن كبلدية نقدر نحدد أعداد الأفواج السياحية تأتي من خلال موقف البصات التي كل البصات السياحية توقف فيه حسب الأسنين السابقة نحن نحكي عن 10% إلى 15% من الشهر 6 نحن أخذنا السنة من الأفواج السياحية تمكن السياح من زيارة مهدي سيد المسيح مجددا بعد غياب ما يقرب من ثلاث سنوات رسم البهجة والسعادة على محياهم إنها تجربة جميلة لزيارة هذه المدينة لرؤية مكان ميلاد المسيح لقد ذهبنا أيضا إلى داخل كنيسة مغارة الحليب أشعر أنني كنت مباركة جدا بمجيء وتجربة الأشياء هنا ورؤية المكان الذي ولد فيه المسيح وعلى الرغم من حالة الفرح هذه إلا أن المخاوف من العودة إلى الإجراءات الوقائية التي تعركل وصول السياح عبر المطارات الإسرائيلية ظلت حاضرة خاصة مع الارتفاع المضطرد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إذا أغلقوا هالمرة هذا رح يكون ضربة قوية يعني تضمروا الناس الأفضل أن يأخذوا إجراءات تانية أما يتم إغلاق مش هو الحل هذا مش حل هذه المخاوف جعلت عددا من أصحاب الفنادق ممن أغلقوا أبواب فنادقهم خلال الجائحة التريث في إعادة فتحها من جديد حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل وتدور عجلة السياحة كما المعهود مع عودة انتعاش سياحة هنا بدأت الأمال تكبر لاستئناف الحياة لمدينة يعتمد أكثر من ثلثي اقتصادها على هذا الكطاع الذي تكبد خسائر وصلت خلال السنتين الماضيتين إلى ما يزيد عن ملياري دولار لقنوات أبوظبي ماجد سعيد بيت لحم أعلنت الشرطة النرويجية الجمعات عامولها مع حادث إطلاق النار الذي وقع ليلة جمعة قرب نواد ليلية في وسط أوصل وأصفر عن قتلين وأربعة عشر جريحا على الأقل على أنه عمل إرهابي وقالت الشرطة في بيان أنها تحقق في الوقائع باعتبارها عملا إرهابيا وذكرت أن إطلاق النار وقع في حانة لندن وامتد إلى ناد مجاور وشارع قريب حيث اعتقل المشتبه به بعد دقائق قليلة من بدء إطلاق النار وفي مالي أعلنت سلطات العسكرية تحييد أكثر من ستين مسلحا في منطقة في وسط البلاد وأوضح الجيش أن تحييد هؤلاء المسلحين جرى في منطقة ديالا سوغو في أعقاب الهجوم الإرهابي على السكان ليلة الثامن عشر إلى التاسع عشر من الشهر الجاري وحملت الحكومة المالية تنظيم ماسينة كتيبة مسؤولية القتل الجماعي لمائة واثنين وثلاثين مدنيا في ديالا سوغو وقريتين مجاورتين إلى الولايات المتحدة حيث أبطرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما تاريخيا صدر في عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاب وشكل الحكم نصرا للجمهوريين وأصحاب الأراء الدينية المحافظة الذين يريدون الحد من الإجهاب أو حضره كليا وأيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونا صدر في ولاية ميساسيبي ودعمه الجمهوريون يحضر الإجهاب وأثار قرار المحكمة العليا موجة من المظاهرات في أوساط الليبراليين الأمريكيين المؤيدين الحق في الإجهاب قضى ثمانية عشر مهاجرا من أصول إفريقية أمس خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب ميليليا الإسباني قالت السلطات المحلية أن الضحايا من بين العشرات من المهاجرين الذين دخلوا في مناوشات عنيفة مع قوات الحرس الحدود على مدى ساعتين يوم أمس ما أصفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين وحاول الضحايا عبور السياج الفاصل بين المغرب ومليليا الخاضعة لإسبانيا في حين تمكن أكثر من مئة مهاجرا من العبور ونختم النشرة من العراق الوضع الذي يعانيه السكان من نقص في منسوب المياه والتصحر ونفوق الحيوانات زاد عليها ارتفاع درجات الحرارة الذي تسبب في موجة حر شديد في أول الصيف مع ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة الصيف في العراق تتزايد معاناة كثير من الأسر ذات الدخل المحدود الذين يواجهون موجات الحرارة القاسية دون توفر للإمكانيات المادية الكافية التي تساعدهم على اقتناء أجهزة التبريد أو التهوية وبسبب تهالك البنى التحتية وشبكات نقل الطاقة تعيش أغلب مناطق العراق معاناة لا توصف إلى الأيام الصيف من جراء نقص الكهرباء تعبني، هوي تعبني، حالتنا موشي، ساقفنا كينكو يعني ماكو، ماكو الكهرباء، لو بس يطولنا الكهرباء، ماي شوي زيان الإسالة، ماي نشرب أو ماي نغسل بيه منذ مطلع يونيو الجاري تواجه العراق موجة حر خانقة اقتربت خلالها درجات الحرارة حتى في الظل إلى الخمسين درجة مئوية ورغم اعتياد العراقيين على التقصي الحار إجمالا في بلادهم يبدو الإرهاق جاليا هذه الأيام خصوصا عند انقطاع الكهرباء خلال الليل يعني الجو يموت، ما يتحمل يشتغل بي، يقوة شانسة ولا مدعيشة، إذا تقعد يفتلك الجوع والله، لازم نطلع أحد الأحمرات حتى دوخة يعني، دوخ من قد ما الشمس غوي وجلد بعد شوف عينك جوردان كيلن قلبنا سود من قد ما درجة الحرارة قوي ويأتي هذا الصيف الخانق بعد ربيع تكررت فيه بشكل غير مسبوق العواصف الترابية التي يعزوها الخبراء إلى التصحر والتغير المناخي وسط تحضيرات من تبعات أكثر حدة قد تؤثر سلبا على الأنهار والمساحات الزراعية في العراق تام نشط الثالثة، شكرا على حص المتابع في أماننا اشتركوا في القناة